اشتركوا في القناة والزراعة ووزير التنمية الاجتماعية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على عدد من الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس وفي بند المشاريع بقانون استعرض المجلس تقير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التكميلي بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى وفي بند الاقتراحات بقانون قرر المجلس الموافقة على عدد من الاقتراحات وإحالتها إلى الحكومة بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون التقاعد العسكري وقانون التأمين الاجتماعي اليوم احنا تقدمنا بتعديل اللي هو تعديل في الرواتب التقاعد للمستفيدين من الأولاد القانون القائم حاليا هو يغطي إلى حد عمر 24 سنة احنا بسبب العباء المالية والتضخم وصعوبة حصول الشباب على أن يحصلون على وظائف في سن متقدم تقدمنا بالقانون أن نزيد العمر إلى حد 28 سنة تقدمنا اليوم بإجابة بسؤال إلى وزير البلديات وهو ما يخص الأمن الغذائي وأمن الغذائي يعني موضوع بالغ ببالغ الأهمية ويخص كل العالم يعني بدون استثناء يعني فالبحرين يعني في الماضي كانت تعتمد كثيرا على الأغذية الموردة من الخارج والآن الحمد لله رب العالمين الحكومة وضعت خطة لأن يكون فيه انتاج محلي أكثر طبعا اليوم ناقشنا مرسوم اللي هو تغليض الأقوبات واللي 372 تم التوافق مع الحكومة بعد تعديل المادة وتم التصويت عليهم والحمد لله يعني طلعنا بالموافقة بالأغلبية النواب وهي طبعا المرسوم يعطي صلاحية أكثر لسلطة الغضائية لتغليض العقوبة من استخدام الالكترونيات أو السوشيال ميديا بسؤنية سؤنية اشتركوا في القناة شكرا شكرا